قال شريف ماهر منصق عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سهاج إن المبادرة سوف تمنح عددا من الوحدات السكنية ضمن مبادرة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى مبادرة سكن كريم لما يزيد عن 16 ألف أسرة في سبع مراكز بالمحافظات وأشار المنصق عام حياة كريمة بسهاج إلى أن نسب التنفيذ في معظم المشروعات متوافقة مع المخطط الزمني وأن هناك 30 مجمعا خدميا بالإضافة إلى 30 مجمعا زراعيا قارب دخولهم من خدمة بعد أن تخطط نسب التنفيذ بهم 95% عندنا في محافظة سهاج أكثر من 30 مجمع خدمي و30 مجمع زراعي نسب التنفيذ فيهم أكثر من 95% بالإضافة إلى سكن كريم حصر أكثر من 16 ألف أسرة في مبادرة حياة كريمة في السبع مراكز بإضافة إلى 102 عمراء سكنية و102 حظيرة للأهلين في سبع مراكز هذا بالفعل ينصب على المواطن السهاجي والرجل في الريف المصري